يمكن قد عمرك دوستو في هذه البلاد اللي أنا كنحمل الجنسية ديالها وما عمرني ما طعمت أو نقص من شأنه ومن قيمة ديال البلادي الأصلية المغرب أعزائي لفضيل السلام عليكم أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم مرة أخرى في الحقيقة ما كان بغيش نتكلم بحال هاد المواضيع أو نرد على بحال هات التفاهات لكن كل مرة كالقراصي مضطر أنني نقول على الأقل رأي ورأي ديال الناس اللي كيتقاسموا معي نفس الأفكار ونفس الملاحظات بغيت نتكلم على هاد الشخص اللي اسمته كوبنهاجن يعني أنا دائما من اللي كنشوف أشخاص اللي كيسمي وأنفسهم يعني بسمية ماشي اسمية الحقيقية ديالهم ديجا من هنا كنعرفو الإنفصام في الشخصية ديال الإنسان اللي كيتهرب أنه يسمي نفسه بالإسم الحقيقي دياله الأمر كيتعلق بشخص مرسو أساما كوبنهاجن ما عرف شنو العلاقة بناتنهم ما تسولونيش فأنا استفزنيات شي بحالي بحال بزاف ديال المغاربة اللي شتها الشخص اللي خرج في واحد القناة من القنوات الجهوية غير معروفة وكيتهكم على الأصل دياله والنسب دياله بل أكثر من ذلك أنه كيعمم يعني ربما الوضع دياله على باقي المغاربة هنا في إيطاليا أو في المغرب وكيسوق لهذا الشي دياله بالطريقة ديال التمسكين وديال الطلبة وديال السعاية لأن السعاية كيبقى دائما سعاية والشقايري كيبقى دائما جقايري وبكل بساطة أن هاد النوع ديال الناس اللي كيقطعوا البحر وكيمشيوا البلدان ديال الناس هنا وكيجيوا وكيمارسوا دك التمسكين وكيحاولوا أنهم يستعطفوا المحيط ديالهم من جنسيات أخرى كنتقدوا الأوضاع في بلدنا كنتقدوا المسؤولين ديالنا كنتقدوا هاد شي كامل باش تحسن الوضعية ديالنا ويجتهدوا الناس ونكونوا في أحسن ما نحن عليه هاد الشخص لي الله وصل إيطاليا ما عرفش واش حصل على أوراق الإقامة أو لمازال واش من نوع ديال رخصة الإقامة عنده باقي يلاقي لي كيصرف عليه مازال ما عرفش أشنا هي الغربة باش يعرف أشنا هي البلاد والوطن ديالك الأصلي بالعربية التعربت كان قولوه ما زال ما سخنش بلاسه لقيت الجيل موجود وكتطلع على رأسك وتلبس حواجي للناس خرين واعتقتي على أنك بالفعل وصلتي للجنة من تجربتي ومن تجربة ديالكتير من الناس اللي بحالي واللي هجروا لسنوات ودوزوا تجارب وتجارب وشافوا التجارب ديال الناس آخرين في الموحيط ديالهم غادي نقولك بأنك بقي ما تهمتيش أشنو كين غادي نقولك بأنك بقي ما عرفتي ولو وقتاش غادي تعرف وتبدأ تفهم هو الوقت اللي ما يبقى يصرف عليك حد وتفق في الصباح كل نهار تمشي تضربة أمارة شوفاش من مجال غادي تخدم وتسنف هذيك الخلصة ديالك باش تشدها والنهار اللي تشدها غادي تبالي كتير بزاف ديال الفلوس اللي ربما مع مارك ما تخلصي بشي مبلغ بحال هذك وربما قاعد تفرح ومن بعد من اللي غادي تبدأ توجه الحياة من بابها ديال بالصح غادي تقول لي تشد ديال الخلصة ديالك اللي تسنيتها وخدمت عليها شهر ربما بسواع إضافية وربما حتسبتة وحدودة وفاش غادي تجي لدارك وغادي تلقى الفكتورات كيتسنوك الفكتورات ديال الجاز وديال الضوء وعاد الخلاص ديال الكرة أولا ديال الشرع لك تشريتي الضار وغادي تشد هذيك الخلصة ديالك وغادي تفرقها في يومين أو تلتيان وعاد غادي توجه الحياة والمعيشة ديالك وباش غادي تقضى وباش غادي تاكل وتشرب حتى يوصل تها نير الشر اه وقبل ما تشد هذيك الخلصة ديالك يعني هذيك الفيش ديالك قبل ما تشده الدولة الإيطالية أو الدول اللي انتا كتفتخر بها كتلقاها قطعت لك من الخلصة ديالك تقريبا قدك شي اللي غادي تاخد كل شهر ايوة كل شهر وعلاش باش غادي تخلص لواجبات ديالك هي اللولة قبل ما تاخد الحقوق ديالك وفاش غادي تجي لدار ديالك وغادي تلقا البوات اللي اتر ديالك هامرة بالبراوات كل برايا برا ديال فكتورات تلقاز من طبيعة الحال ودال الضو ودال الماء ودال الدريبة دال الطموبيل اللي عندك الطموبيل ودالش هم مخالفات اللي قدرتهم اللي خصيك تخلصهم وخصيك تخلصهم في الوقت ديالهم قبل ما تنتهي المدة اللي عاطينك واللي مكتوبة فيهم فاش تسالي هاتش كامل غادي تلقا الخلصة ديالك مشات كلها وربما يلا كانوا عندك بليات خرين بقى تقلب من ينتكمل وباش تدوز شهر نسيت نسيت ونسيت حتى انت أصلا علاج جاي باش تعاون والديك وتعاون داركم اللي التهو مخصك تصفت لهم وتفكر انك تجمع باش يبقى لك باش تمشي تشوفهم وباش صفت لهم دك شي اللي خصهم وذيك الساعة تبدأ تدير الحسابات مع رأساتك وغادي تشوف شحال ديال الوقت خدمتي وشحال ديال الخلصة تتخلصتي وشحال ديال الفلوش تديتي في هذه الخلصة وشحال شاطليك هذا غير شوية من دك شي اللي كيخص الفلوس بمعنى آخر الحقوق ديالك والواجبات ودائما الواجبات كيسبقوا الحقوق وإذا عندك رخصة لإقامة أنك النهار تبغي تجددها بعدما كتموت من طبيعة الحال بعد واحد المدة محددة يمكن لها تكون عام أو عامين أو في أحسن الأحوال خمس سنوات وما غاديش يبدلوها لك لوجه الله أول حاجة غادي يطلبوا لك جيب لنا الأرباح السنوية ديالك نشوفوك أشنون تجتي لهذا البلد أي شنون ساهمتي واش خدمتي وخلصي الضرائب ديالك ولا غير جاي مقدم بحال فنضق بلا بواب ديك الساعة غادي تفكر العودة وتفكر الكرصة اللي كتك تخيط فيها بالدروبة وكتجر بها وتهز بها بدون رخصة وبدون سورنس وبدون أي قانون مزيان ما اختلفناش أن الإنسان يقلب على مكان ليحسن فيها الوضعية دياله ولكن عمره ما يتنكر الأصل دياله أو الأهل أو الانتماء دياله أو النسب دياله والنهار اللي تفكر أنك تزوج وتصبح مستقيل لسكني يعني ببوحدك وغسك تفرش ديك الدار وتجهزها باش تعيش فيها أنتا وعائلتك غات القارص كتخلص الكرة ديالك بالنص الشهرية اللي كتربحها وتلقارص كتخلص الدو والقاز الدربة على النيف وتخلص دريبة الأزبال نعم دريبة الأزبال يعني ذاك الزبل اللي كتك ترمي فابور لها نخص كتخلصه وأشياء أخرى بلا ما نقولهم لك غادي تكتشفهم هاد الشي من طبيعة الحالي لما عندك تشي باليام ونسيت نقول لك عاد زيد لك على الحوايش ديالك على البس ديالك وأشنو بغي تدير في حياتك آخر من غير هاد شي ما تكلمناش على الدونتيس وما تكلمناش على أشياء أخرى وما تكلمناش على الأدوية يلا بلك لله بشي حاجة مريض بيها اللي ما كيعطيوهاش لك كتشريها واشتتدك السبيطار من اللي كتمشيليه كتخلص لواجبات ديالك في بعض الفيزيتات اللي كتديرهم هنا غادي تحسب جيبك وتحسب راسك شحال كتربح وأشنو كتي كتدير واشنو ما كتيش كتدير ما يمكنناش نقارنه من طبيعة الحال ما بين حاجة وحاجة غير كل حاجة عندها تمانها ولكن البلاد ما عندهاش تمانها وما كتباع ما كتشرة يمكن قد عمرك دو الصوف هاد البلاد اللي أنا كنحمل جنسية ديالها وما عمرني ما طعمت أو نقص من شأنه ومن قيمة ديال البلادي الأصلية المغرب وعلاش لأن اللي ما يكونش وفيه البلاده ما يمكنش يكون وفيه شي بلاد أخرى وقليل الأصل كيبقى قليل الأصل وما تنشو تعتقد بأنك بدك تمسكين أو أنك تعاود أشياء اللي ما عنده تعلاق قبل الموضوع وتعممها على المغربة كاملين أرى غادي يكون معك تعاطف ديال هاد الناس بل بالعكس ما غادي يزيد غير أنها يحتقرك أكثر فأكثر والنهار اللي غادي تبدأ تخدم كل نهار وتسمع اللي تبغي واللي ما تبغيش ويطلع عليك الدم قاع وتفكر قاع أنك تمشي في حالتك ولكن من لغة تفكر ذوك الفكتورات اللي تابعينك وذك الكرال اللي تابعك وما كيلبك لأمك لحنين والعرحيم وتحضر راسك وتكمل خدمتك ديك الساعة غادي تشتاقل بلادك وتشتاقل أهلك وتشتاقل أولاد بلادك وتشتاقل داك المكان اللي انت عشتي فيه وكبرتي فيه قبل ما نقول لك النهار اللي تفقدها ديك الخدمة أو يجري ويعليك أو يخرجوك أو تسالي لك الكنترا وغادي تولي واحد غادي تلقى الكنترا بيش يجدد هادوك الوريقات بيش تعطاك الحق تبقى هنا أما خلاص الفلوس ما غاديش نهضروا عليهم حيتي لما خدنتيش هكينش اللي يعطيك حتى باش نقيصنا لك وحتى شي حاجة من هادو الخلاصات ما غادي يسمحوا لك فيها أو يقولوا لك مسكين راك ما خدامش أو يقولوا لك لا راك جيتي من هادوك البلاصة اللي قلتيننا كده وكده وكده سير ليسامح ديك الساعة هادي تفكر هادرتي وغادي تفكر لهادرات المغربة كاملين لكي يعلقوا وخصوصا مغاربة العالم أو الجالية اللي انت اليوم للأسف الشديد كتتحسب واحد منهم إذا كنتي من طبيعة الحال مقيم بطريقة قانونية أما إلا ما كنتيش مقيم بطريقة قانونية أو بغيتي تستعملش أسلوب ديال الاستعطاف وديال التبكي فننصحك بأن هاد الناس ما كيف يفهموش هاد الهدرات هادي وحتى اللي فهموها ما غيخسروا عليك غيديك الكلمة اللي كيقول الإيطاليين ميديس بياتشي بالعربية أسف ومورا ديك أسف ما كي نتشي حاجة أخرى دونك خلي قيمتك عالية وخلي صورتك عند الناس على الأقل كي ما عرفوك النهار الأول كنظن برك عليك غدي نخلي اللي يام هي اللي تعلمك ومن بعدها غتكتشف كل حاجة في وقتها ويمكن واحد النهار تفكر هاد الهدرات اللي قلت لك حاجة أخرى بغيت نقولها الناس اللي كي شجعوا التفاهة وفي كل ما شجعتوا شي تفاه أو شي تفاهة كل ما كبر إلا وسب وعرق منهار تسمعوا ديك الكلمة يا المشاهدين أجو تشوفوا فلانكي واللد أو يا المشاهدين شوفوا نيراني وصلت للطاليان وهنا كنتصورك هنا وانا كندير هنا مرهو جدوا رسكم المعيير والسبان والعفاة وعلاش لأننا ما كنتش جعيش الناس اللي كينشروا المحتويات المزيانة وهنا ما كندويش على رأسي كندوي على ناس خارين النتيجة كتكون هي هاد الكوارث اللي كنشوفوها واللي كنسمعوها من أشخاص دون مستوى اللي كيسئوا نفسهم قبل ما كيسئوا البلادهم والمحيط ديالهم لو كان هادشي كافي باش نفهموه غير لو كان ما بغاشي فهم شكرا لكم وإلى فيديو آخر بمشيئة الله موسيقى